ما لم تفعله الحرب والصراعات تكمله الكوارث الإنسانية في اليمن وكم لهذا الشعب أن يتحمل ويواجه من أزمات في ظل غياب الشرعية وتهروا بمؤسساتها عن تحمل مسؤولية المواطنين منخفض جوي وسيول بفعل الأمطار التي هطلت خلال هذا الأسبوع في محافظتي أبيان وشبوى مخلفة أضرارا بشرية ومادية في مديريات المحفد وجيشان وأحور وأجزاء من مديرية خنفر بمحافظة أبيان توفي أربعة مواطنين بسبب تدفق مياه السيول والأمطار ونفقت أعداد كبيرة من المواشي بالإضافة إلى جرف مساحات واسعة من الأراضي الزراعية كما أدى تدفق السيول في محافظة شبوى إلى وفاة شابين في مديريتي ميفعة ومرخة سفلة وتهدمت منازل وحصرت أخرى في وادي خورة ومرخة سلطات شبوى المحلية أطلقت نداء طارئا للحكومة والمنظمات الإنسانية بالتدخل العاجل لمساعدتها في مواجهة الكوارث التي خلفتها سيول الأمطار والأضرار التي لحقت بمناحي الحياة وفي مقدمتها الأضرار التي لحقت بآبار مياه الشرب وشبكتي الكهرباء والطرقات تسببت السيول بجرف مساحات واسعة من الأراضي الزراعية في ديلتا أبيان والمناطق الشرقية وحمل مستشار محافظي أبيان لقطاع الزراعة حيدردحة السلطة المحلية مسؤولية ما تعرض له المزارعون من أضرار مادية تمثلت بإطلاف عدد كبير من مزارع الفاكهة في مديرية خنفر للأسف الشديد نرى أن وزارة الزراعة غاضبها البصر أو كأنها لم تقدم أي دعم كذلك السلطة المحلية في المحافظة ومكتب الري هو من ضمن الأسباب المؤدية إلى جرف التربة إلى تجاه السيول بحيث أنها لم توجه السيول إلى أماكنها الصحية تأخر المعالجات وتدخلات الطارئة يساهم في تفاقم الأزمة ويضاعف من الأضرار فمياه السيول لا تزال تتدفق واتصل إلى أماكن أبعد وحقول أوسع